اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الجزئية بتاعت النهاردة هنتكلم عن واتش دوك تايمر وهو من اسمه ده نوع من انواع التايمر واسمه واتش دوك واتش دوك يعني كلب حراسة فده مؤقت كلب الحراسة يعني ايه مؤقت كلب الحراسة وليه اصلا تسمى بالمصطلح ده لانه ببساطة كل اللي هو بيعمله هو عبارة طبعا عن عبارة عن مؤقت بيستخدم منفصل يعني ما بيعتمدش على او ما بيعتمدش على بتاعت السيستم ليه خاص به قيمته مية تمانية وعشرين كيلو هيرتز فبالتالي ده مخصص للتايمر ده يعني ما بيعتمدش على كلب الحراسة ليه لانه ببساطة كل اللي هو بيعمله بيرائب عمل الكود بيرائب عمل الكود يعني ايه برضو بيرائب عمل الكود يعني بيشوف اللوب بتاعتك دي هتستغرق وقت قد ايه في التنفيز اول ما انا فعل يبدأ يعد وعبارة عن طايمر زي وزي اي طايمر العدات بتاعه يشتغل الكاونتر بتاعه يشتغل قاعد يعد بيشوف تنفيز الكود بيستغرق وقت قد ايه لو عدى الوقت المسموح به اللي انت اصلا بتديه التايمر ده وبتغزيه للنوعية دي من التايمر بيعمل ايه بيروح ينفز وضع من التلات اوضاع اللي انت بتزبطوا بيهم هنتكلم عليهم بعد شوية عموما يعني الاساس ان هو بيروح يعمل للاردوينو بيعمل حاجة اسمها او يعني بيعمل ايه برضو ببساطة معناها ان انا بروح للادرس زيرو في الزاكرة ادرس زيرو بروح للعنوان رقم زيرو في الزاكرة يعني ببدأ تنفيز الكود من اول وجديد خالص يعني بروح اللي هي مرحلة وببدأ تنفيز الكود من البداية يبقى ده بتسمى طيب ده برضو ياخدنا ليه ايه هو الهارد ريسيت او الهاردوين ريسيت مبدئيا بس علشان نبقى احنا فاهمين المايكرو كنترولر عموما يعني مصطلح هاردوين ريسيت ده يعني مصطلح مجازي ومش صحيح بنسبة مئة في المئة لان المايكرو كنترولر مفيش فيه هاردوين ريسيت طب ازاي انا قلت لك قبل كده احنا بنتكلم في حلقة الانتروبت او حلقة المقاطعات ان انا علشان بعمل ريسيت للاردوينو فبعمله مقاطعة المقاطعة دي على بنية ريسيت لما انا البنية دي اكتف لو لما بروح حط لو عليها او اشارة او بشكل عام ايه اللي بيحصل بيحصل فبعمل ايه بعمل بروح برضو للعنوان بتاع الزاكرة ولكن بقى مش هروح للعنوان زيرو ده انا هروح انافز يعني هروح هخش في حتة هخش في حتة لو لو لمايكرو كنترولر عليه لأ ده انا هخش بقى في حتة اتأكد ان فيه كود ما بعوتلي على السريل اتأكد ان فيه كود ما بعوتلي على السيريال. تمام كده? لان انا لو منزل على المايكرو كنترولر بتاعي. فلازم اتأكد ان فيه كود في بداية الكود او في بداية التنفيذ او في بداية امداد المايكرو كنترولر بالباور بتشك هل انا ببعوط لي ديتا على السيريال? لا خلاص ابدأ نفز الكود. علشان كده لو انت مركب المايكرو كنترولر على بوردة الاردوينو وضغط على زرار بتاعي بتلاقي لمبات التي اكس والار اكس فلشوا في البداية. وده تأكيدا لكلامي ان هو بيتشك ان في حاجة مبعوطة على السيريال قبل بداية الكود. نفس الكلام لو المايكرو كنترولر راكب على بوردة الاردوينو وعملت ولا اي حاجة لمبات التي اكس والار اكس اصلا مش هيعملوا ليه? لانه وراح للعيوان زيره من الزاكرة ولكن ما راحش ينفز من اول ما راحش ينفز من اول خلاص كده فبالتالي ما حصلش اللي بيحصل في او اللي بيسموه او بالنائة الخاصة بالاردوينو. خلاص يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين يعني بيعمل حاجة اسمها او بيروحوا للعنوان زيره يعني بيبدأ تنفيز الكود من البداية لو فيه على المايكرو كنترولر مش هيروح ينفز يبقى انا براقب عمل الكود وبتأكد من زمن تنفيز الكود خلاص كده طيب زي ما احنا شايفين يعني بقى بعيدا عن الكلام الهاري ده الكتير ده هو بيقول لك هنا ان هو زي ما احنا قلنا بيعتمد على منفصل مئة تمانية وعشرين كيلو هيرتز وليه تلات اوضاع اول وضع وضع تاني وضع تاني وضع تالت وضع اللي هو بيجمع الوضعين دول اللي هو مع وفي زي ما قلنا تقدر ان انت تحدد الوقت اللي لو تخطى الوقت ده بيبدأ ينفز الوضع اللي انت زبطه عليه الوقت بيتم اختياره من ستاشر ميلي سانية لتمانية لتمن ثواني وده بناء على اللي انت بتختاره خلاص كده يبقى احنا كده فهم ده مبدأين لو بت خاص بيه في الفيوز بايت في الفيوز بايتز البيت ده وظفته انه الواتش دوك تايمر بيخليه بيخليه شغال على طول في الطبيعي الواتش دوك تايمر معقول له مش شغال تمام لو انت رعبت في الفيوز ده واكتفته الواتش دوك تايمر هيفضل شغال على طول حتى بعد ما تعمل الاردوينو تفصل باور تركبه تاني هيفضل شغال خاصية الفيوز بايت دي او الفيوز بيت الخاص بتفعيل الخاصية دي مش هتفعل يعني هستغنى عن وضعات هيبقى بس يعني لما اكتف البتاية دي في الفيوز بايت مش هينفع ان انا اختار وضع انت الرابط لا هو هيبقى وضع الوضع اللي هو الاردوينو او بيعمل لما بتخطى القيمة اللي انا زابطها خلاص يبقى ده بس عشان نبقى فاهمين مبدئين ده تكوين الواتش دوك تايمر الداخلي شوية البتاية اللي انا وازبط البريسكيلر من خلالهم البتاية بتاعة الواتش دوك تايمر انابل بتاية رئيسية بتاية الواتش دوك انترابت فلاج وبتاية الواتش دوك انترابت انابل وبعد كده انترابت وبعد كده مايكرو كنترولر خلاص يبقى ده التكوين بيقعد يدخلوا على مجموعة من علشان في النهاية لما اكتف ده مع ده يحصل كزا يخرج لواحد فاروح اعمل فاروح اعمل بعد التلات اوضاع اول وضع اللي هو وضع اللي انا بروح لانترابت سيرفز روتين انفز اللي جواها فقط ما بعملش يبقى ده اول وضع مجرد ان انا هتعامل معاه زيه زي اي طايمر من اللي احنا درسناهم مجرد اروح انفز النقطة دي تفيدك جدا النقطة دي تفيدك جدا تفيدني في ايه? ان انا ممكن استخدم وده حاجة ما بتخطرش على بالي يعني ناس كتير ان انا ممكن استخدم كطايمر عادي. يعني ايه كطايمر عادي? انا في الطايمر زيرو. ما بعرفش اوصل للثواني. ليه? لان اقصى بري سكيل ارى اقدر اوصل له الف اربعة وعشرين. فهقول ستتاشر ميجا هيرتز على الف اربعة وعشرين هيديني متين كيلو هيرتز. ده اقل فهيطلع لان المتين كيلو هيرتز بتاكوى الحاجة بالمايكرو ثانية. فمش هينفع يعني التكال واحدة هتبقى حاجة بالمايكرو ثانية يبقى انا هضرب في الميتين ستة وخمسين عدد التكس مش هطلع حاجة بالثواني اصلا. تمام? طيب افرد انا عايز احصل على ثواني ومش عايز استخدم الطايمر وان طايمر وان انا مستخدمه الحاجة تانية هيبقى استخدم واتش دوك تايمر. اقدر من خلاله اوصل لطرد او اوصل لزمن تمان ثواني. يبقى انا كل تمن ثواني فعل على وضعية الانترابط فقط. هيروح للووتش دوك تايمر يروح ينفز اللي بي هو الانترابط سيرفز روتين. تمام? ويرجع تاني لا هعمل ولا اي حاجة. يبقى ده اول وضع وضع الانترابط قادر استخدم الطايمر زي وزي اي طايمر من اللي احنا شرحناهم. واحصل كمان على ازمينة كبيرة بتوصل لتمن ثواني لان الكريستال هنا قليلة جدا. فبالتالي لما قول مية تمانية وعشرين كيلو هيرتز على الف اربعة وعشرين بريس كيلر هيطلع لزمن ثمان ثواني. خلاص كده? فدي الفكرة يبقى هو ينفع ان انت تستخدمه كطايمر عادي ومعه خاص به. ويعني بص تمام محترم جدا استخدام الووتش دوك تايمر في تطبيق حاجة هتكررها بالثواني. طيب يبقى ده اول وضع الانترابط لو انا فعلته في وضع يبقى مجرد في الوضع ده ماريتش التايم اللي انا زابط عليه الووتش دوك تايمر ايه اللي هيحصل هروح اعمل للاردوينو. على طول اول ماريتش الايه التايمر كاونتر. الفاليو بتاعته هعمل ريسيت. طيب تالت وضع في الوضع ده انا بروحها دلت الانترابط سيرفيز روتيني الاول وبعد كده بعمل ريسيت للاردوينو. وبعد كده بعمل ريسيت لمايكرو كنترولر. الوضع ده يستخدم امتى? افرض معي ان انت عايز تحفظ بيانات في قبل ما روح او او قبل ما رسترت في بيانات مهمة قرية حساس معين عايز احفظ القرية دي في قبل ما اعمل ريسيت او قبل ما اكتشف لو انا اكتشفت مثلا ان الكود حصل له هانج او هانج حصل في جزئية معينة اوقف عند جزئية معينة فبسايف قبل ما اعمل ريسيت. فده استخدام الوضع ده. بكده احنا اتكلمنا عن كل حاجة في الواتش دوك تايمر. ما سبناش حاجة. طيب الواتش دوك تايمر علشان يعني ما نكليكش كتير في جزئية في مخصصة للاي في آر بتستخدم الواتش دوك تايمر. يعني ايه بتستخدمه. في معمولة جاهز. فيها شوية اوامر زريفة بتستخدم ولكن في وضعية تمام? الوضعيتين التانيين هيتم بس اضافة سطور او هنزبط فيهم يدويا هنزود عليهم بس كده زبطة يدوية علشان نشغل وضعيات مع او الواحده. فهنتعمل مع دي على طول. دي طبعا ما بتضفهاش هي موجودة في من ضمن بتاعت طبعا هنا لو انت قرأت الامثلة دي هيقول لك ازاي ان انت بتصبط بتوقفه وبتعمله طبعا تقرأ قزقية الانترابت طبعا الفانكشن دي متعرفة اصلا تعرفها مسبقا لو طلبتها زيها زي بالزبط. تمام كده ودي زي خلاص وهكزا زي ما هو عامل كده فدي امثلة جهزة معاك تقدر لانت تطبقها لو انت عايز تغير البريسكيلر ليه شروط للتغيير لازم ان انا افعل في البداية وافعل قبل ما اعمل ضبط بعد كده جوه ضبط لازم تاني اطلب يعني شوف انا انا خلاص عملته هنا لأ من الشروط ان انت تعمله تاني وانت بصغير البريسكيلر تحطه في دلة البريسكيلر او سواء الانترابت وانت بتفعل لازم هتحطه تاني خلاص ده من الشروط هتلاقيه موجودة في من ضمن الشرح بتاع الواتش دوك تايمر والكلام ده هنتكلم على الجزئيات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي في فضايات الانترابت ان نروح نشوف بتحتوى على ايه دي موجودة جاهز في زي ما انت شايف مجرد ان انت بتانكلود خلاص انت عملت كده طيب بيحتوى على اللي انت هتقولها علشان تتعامل معها بيحتوى على ركز فيه خاصية او حاجة مهمة جدا في الواتش دوك تايمر انا قلت لك عبارة يعني قاعد يعد لو انت في اخر كل ما ذكرتش طب هو اصلا دي بتعمل ايه بتعمل بتخلي بزيرو لو انت ما طلبتش دي في كل نهاية او في نهاية تمام ايه اللي هيحصل هيقعد العد شغال يعني انت خلاص خلصت اللوب وطلعت تنفذ من البداية في اللوب او في ايه اللي هيحصل العد مازال مستمر طيب العد مازال مستمر يعني انا مش هوقف في ايه اللي هيحصل هيقعد عد تراكمي لحد بما يوصل للقيمة هتبص تلاقيه بيحصل للاردوينو مع ان انت اصلا ما حصلش عندك تهنيك في جوة لوب ولا اي حاجة ده لان انت ايه نسيت في نهاية كل لوب يبقى يستحسن ان انت في نهاية كل لوب لان مثلا انا عندي حاجة جوة اللوب وعندي مثلا العامة او الكبيرة فلازم في النهاية افعل او يعني افعل علشان ابدأ اعدي من جديد من اول اللوب ولو حصل في جزئية معينة خلال او ايه اللي يحصل يبدأ يحصل ايه بقية الحاجات دول دول المترجمة في اللي انت بتستخدمهم خمستاشر ثلاثين ستين مئة عشرين متين وخمسين وهكذا لحد ثمان ثواني دول انت بتحطهم جوة دلة هنشوف الدلة دي دلوقتي مجرد في البداية بعد كده طبعا لو انت عايز تلغي خلص وانت فعلته او زي ما انت شايف لما تيجي عايز تكتب البريسكيلر وتفعل فبتكتب البريسكيلر او كيمة البريسكيلر من اللي فوق دول بتكتبها ما بين القصين يعني كل اللي بتكتبه وبتكتب ما بين القصين قيمة البريسكيلر يبقى انت كده فعلت في وضعية وخلاص على كده جوة الكود وخلاص كده انت تمام كل اللي اللي قلنا عليها بس ما يعني مش كده بس لازم اخش جوة مجلد سلاش او زي ما انت شايف اصلا لو عملت سيرش هتلاقي هنا من ضمن المكتبات طيب انا كده عملت اعمل ايه تاني مجرد ان انا كده هاجي في الانتجر مين او خلينا نعملها كفانكشن هقول له مسلا ويه هقول له كده جوة الفانكشن دي في البداية زي ما قلتاك ما بدي نفعل اي او اي فانكشن داخل ففي البداية بحب ان انا نوقف اثناء التفعيل بعد كده المفروض ان انت تعمل للكاونتر عشان تتأكد ان الكاونتر بزيرو فاحنا قلنا بين الكاونتر من خلال الفانكشن دابليو دي تي دابليو دي تي اندر سكور ريسيت تبهم ده عشان اتأكد ان الكاونتر بصفر طبعا هنانكلود الانتروب لانه مش متعرف اصلا على الفانكشن زي ما انت شفت اول ما انا عملتي بتاعت الانتروب خلاص تعرف على الفانكشن بتاعت